مرحبا بكم بهذه التغطية الخاصة قبل حوالي 150 عاما شارك يخت المحروس الملكي في افتتاح قناة السويس وها هو يبحر من جديد لافتتاح مشروع توسيع قناة الأم حيث دشنا الرئيس المصري عبدالفتاح سيس اليوم قناة السويس الجديدة والتي تعقد عليها الأمال لإنعاش الاقتصاد المصري المتدهور بعرض جويا وبحري فيما تتجه أنظار العالم صوب مدينة إسماعيلية شرق العاصمة المصرية حيث جرى افتتاح القناة الجديدة بمشاركة وفود رسمية من 90 دولة يسمح المشروع بمرور السفن في الاتجاهين بجزء من القناة التي تربط بين البحرين المتوسط والأحمر كما يتضمن تعميق وتوسيع أجزاء من القناة القديمة يفتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وسط مراسم احتفالية الخميس قناة السويس الجديدة التي تراهن عليها السلطة لإنعاش الاقتصاد المتدهور وإرساء شرعيتها على الساحة الدولية وسيقام حفل التاتشين الذي يحل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ضيف شرف عليه في الإسماعيلية على ضفة قناة السويس والفرع الجديد لقناة السويس يؤمل في أن يسهم في تنشيط التجارة العالمية كما يهدف المشروع إلى زيادة حجم الملاحة في القناة التي تعتبر ممرا رئيسيا مهما يربط البحرين الأحمر والمتوسط ويهدف الفرع الجديد الذي يبلغ طوله 72 كم إلى خفض فترة انتظار السفن من 18 إلى 11 ساعة كما يتيح الإبحار في الاتجاهين وبني هذا الفرع في أقل من عام بتكلفة بلغت حوالي 9 مليارات دولار وتم تأمين غالبية التمويل من خلال اكتتابات استثمارية من المصريين وتتيح القناة في الوقت الراهن مرور 49 سفينة يوميا كحد أقصى وتقول هيئة قناة السويس أن هذا العدد سيتضاعف بحلول العام 2023 وينضم إليه الآن في الستوديو الزميل محمد مجادلي مرحبا بك والمحلل السياسي والإعلامي ومراسل سلط القاهرة الأستاذ خميس أبو العافية مرحبا بك بداية معك أستاذ خميس حدث تاريخها كيف ترى مصر في هذه الأثناء؟ الحقيقة بأن اليوم مصر تتمم ما صنعه المهندس الفرنسي فرديناند لسيبس الذي أشرف على بناء وإعداد قناة السويس اليوم المصريون يحتفلون بعيد قوم جديد هو عيد افتتاح قناة السويس لأن هذه القناة وافتتاح القناة تشكل طفرة نوعية في تدعيم الاقتصاد المصري المتدهور دولة كبيرة وعظمة في مصطلح شرق أوسطي لا يمكن فقط أن تعتمد على دعم دول خارجية كالسعودية وغير السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بل عليها أن تعتمد على الاقتصاد المصري الداخلي كانت مصر تعتمد على الاقتصاد على السياحة المصرية التي كانت تصنف على أنها بمثابة أبار نفط تدخل وتصب المليارات الدولارات سنويا لأننا ندرك جيدا بأن منذ ثلاثة عوام السياحة ضربت ضربة قاسمة في مصر نرى أن هناك الكثير من السياح بدأوا يعزفون عن دخول مصر لذلك فتشت القيادة المصرية وبحثت عن حلول أخرى تدعم الاقتصاد المصري فوجدت بأن القناة السويس وتعميق قناة السويس والربط قناة السويس ما بين البحر الأحمر والمتوسط وإدخال العديد من الإصلاحات والتدعيم للقناة هذا سوف يصب ويدخل ويدعم الاقتصاد المصري بعدة مليارات سنويا أنا أعتقد بأن هذه خطوة جميلة أيضا لها تدعيات سياسية أمنية فهي سوف تعكس بأن الرئيس السيوسي هو ليس رئيس قوي إنما رئيس اسمح لي أستاذ خميس قبل أن ندخل إلى التدعيات السياسية دعنا نبقى مع التطور الاقتصادي الذي ذكرته محمد إذن ما هي التدعيات الاقتصادية؟ بلدنا شك أن أتفق مع سيد خميسة بلعافيا ما قاله هو صحيح ودقيق مصر اليوم في الحالة المتردية اقتصاديا أو ما يصنف بالشكل الاقتصادي على أنه تباطؤ نسبي عقب ثورة الخمس والعشرين من يناير التي أطاحت بنظام رئيس حسن مبارك جلبت معها نوع من التغيير على الصعيد القومي وشعبي ولكنها أيضا ضربت الاقتصاد المصري بشكل كبير جدا في نهاية المطاف نشهد اليوم تباطؤ اقتصادي كبير وذلك رغم المحاولة الخليجية الكبيرة جدا لدعم الدولة المصرية مع ذلك لا تزال هناك فقر ونسبة بطالة كبيرة جدا في مصر تحتاج إلى ترميم كبير الرئيس المصري عبدالفتح السيسي وما سبقه أيضا الرئيس محمد مرسي حاولوا معالجة هذه القضية ولكنها تبقى القضية المستعصية الأكبر في غضون هذه الأزمة الاقتصادية التي تضرب الشرق الأوسط عامة بسببها تطرف والإرهاب وما إلى ذلك ما قاله أيضا سيد خميس أنا أتفق معه على أن هذه الخطوة اليوم هي خطوة تكملية تاريخية كبيرة جدا تحمل في طياتها وفي ثناياها ربما عاي يعني على اعتاب تقدم جديد وعلى اعتاب أيضا فقرة جديدة ومرحلة جديدة للدولة المصرية بنظامها الحالي ومع ذلك لابد من الإشارة هنا رنين إلى أن الرئيس المصري عبدالفتح السيسي يبحث عبر هذه الخطوة على الاعتراف الدولي وشرعية الدولية التي تناقصت أو فقدها عقب الإطاحة بمحمد مرسي دعني أسألك أستاذ خميس يعني أبرز الزعماء العرب يشاركون الآن في افتتاح القناة على سبيل مثل أمير الكويت العاهل البحريني العاهل الأردني الرئيس الفلسطيني هل هذا يعني يطفي هذا شرعية دولية على نظام السيسي أنت ذكرتي دولا وقادت دولا موجودون اليوم في حلف استراتيجي لمجابهة الإرهاب الداعشي والإرهاب المد الإسلامي المتطرف ذكرت مصر الأردن السعودية ودولا أخرى التي تقف كسد منيع أمام منظمات إرهابية تزرع القلاقل وتحاول أن تدخل العالم العربي والمحيط العربي إلى حمامات دماء هذه الدول جاءت اليوم وشاركت بقوة لكي تقول للشعب المصري نحن في قارب واحد معكم أنتم يا مصريين نحن في خندق واحد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي من خلال اليوم هو يحاول أن يعيد الهيمنة المصرية على طليعة الدول العربية مصر كانت قائدة العالم العربي مصر كانت رائدة العالم العربي كان في تراجع في موقفها وفي مكاناتها في العالم العربي جراء سلسلة من الأحداث التي شاهدتها مصر في الأولاد الأخيرة سيسي اليوم يحاول أن يعيد القررة من جديد من خلال قناة السويس وهو يقول العالم العربي نحن اليوم علينا أن نقف وقفة واحدة ووقفة رجل واحد لكي نجابه التحديات الداخلية والخارجية جميع المنظمات الإرهابية المجرمة تحاول أن تضرب الأنظمة العربية الشرعية من خلال الاقتصاد إن ضربت الاقتصاد فأنت قوضت أركان النظام الشرعي في كل دولة عربية لذلك أن أقول بأن اليوم السيسي ليس فقط يحتفل بافتتاح قناة السويس إنما هذه أول مدماك في طريق إعادة الهمنة المصرية على المقوى لقيادة العالم العربي المعتدل لمجابهة ما يعرف بالإرهاب والتطرف الإسلامي ولكن ربما السؤال الذي يطرح أنت ترى إعادة هذه الشرعية المصرية الدولية تأتي عبر ما تسميه الفصائل المعارضة المصرية عبر مهرجنات التسول كما يقال في المؤتمر السابق في شرم الشيخ المليارات الدعمة الخليجية تغير في نهاية المطاف الموقف المصري كتدخل الآن في اليمن وكأمور أخرى بمتعلق خاصة في القضية في الصينية لذلك في نهاية المطاف السؤال الذي يطرح هل ترى بأن إعادة مصر إلى المقود هي بهذه الصورة عبر ما يسمى بمهرجنات التسول أو الإعادة رغم كافة المصاعب التي لا يستطيع معالجتها عبد الفتاح السيسي يعني ثم تمنير بأن الأمور الأساس القضية الجوهر لا تعالج في مصر في الشرق الأوسط في غضون كافة الصعوبات المتواجدة في غضون المصاعب التي يعنيها الشعب المصري داخليا يعني هذا الهرب إلى هذه المشاريع ربما قد يفضي في نهاية المطاف فقط إلى مفاقمة الأزمة الداخلية المصرية وعدم معالجتها بطريقة صحيحة في نهاية المطاف الاستثمارات التي تم عبرها بناء قناة السويس كانت لمدة خمس سنوات عبر مليارات الدولارات ومن استطاع الاستثمار في هذه القناة هم فقط رؤوس الأموال الكبيرة يعني فتح الباب لكافة المواطنين جعل الأمر أصعب على المواطنين بالفعل بالاستثمار كافة الاستثمارات تم شراءها من قبل المستثمرين الكبار ورؤساء الأموال والجماعات المقتدرة مديا على شراء ذلك لذلك عندما نتحدث عن إعادة هذه الشرعية الدولية يرى أيضا الكثير من المحللين على صعيد المصر أنه أولى إعادة هذه الشرعية عبر معالجة المسائل الداخلية التي انتفضت لأجلها مصر والتي ذهبت لأجلها مصر إلى ثورة 25 من يناير ثم أكملتها بعد ذلك ببعض الجولات التي يتم الاختلاف حول شرائيتها وعدم شرائيتها ولكن بغض النظر عن ذلك هناك حاجة ماسة جدا إلى معالجة الأمور الاقتصادية عبر مشاريع كهذه وذلك صحيح جدا ولكن أيضا عبر مشاريع أخرى تعالج أو تلامس لب القضية الأساس في أشارع المصري وهي البطالة المصرية وهي الكرامة والحرية والمعايير التي انتفضت لأجلها مصر دعني فقط أشير نحن نشاهد الآن الزعماء يتوجهون ويصلون إلى افتتاح قناة السويس نرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وكذلك الأمر الرئيس الفرنسي فرانسواء أولاند يعني هو الذي يعتبر ضيف شرف في هذه الاحتفالية لسبب العلاقات المتواجدة وأنت تعرف أيضا قضية سيد خميس قضية الطائرات والصفقات العسكرية المتواصلة بين مصر وفرنسا مصر تعيش فترة يعني مفصلية ما بين نقاد ومنتقدين وما بين مؤيد وداعمين لها ما قاله الأستاذ هن محمد بمجادله هو يعني اقتبس أقوال لناس ينتقدون مصر بعنف ونية أنا أعتقد بأنه لو ذهب إلى آخرين من من يؤيدون مصر اليوم لسمعه هناك سيناريو مخرف تماما قناة السويس لن تحل كل مشاكل المصريين ولكن هي مكسب لأنه قناة السويس مثلما الأهرامات ومثلما النيل هي رمز من رموز الشموخ المصري السؤال هنا الأولوية ما هي الأولوية للشعب المصري الآن في هذه الفترة التي يعاني فيها الشعب المصري من أزمات كبيرة دعنا نتكلم بالفعل عن الشارع المصري كيف الشارع المصري يرى هذه الخطوة؟ تأييد عارم لمشروع قناة السويس لسبب واحد وسيط كما قال مراسلكم وهذا ما أعرفه أنا جيدا بأن هناك قصص مصرية سمعناها عن أناس باعوا الذهب والحلي لكي يدعمون قناة السويس رأوا بأن هذا نحن في طريق إلى إعادة رمز من رموز الشموخ المصري هذه نقطة النقطة الثانية ما أود أن أقولها هنا بأن هناك قاسم مشترق ما بين إسرائيل ومصر عندما جميع الاستطلاعات الرأي العام الإسرائيلية تنبأت هزيمة بن يمين نتنياهو أجاءت نتائج الانتخابات وأثبتت للعالم كله بأن الشعب في إسرائيل اختار الأمن على حساب أن يعيش حياة رغدة حياة كريمة اقتصادية لأنه فضلوا الأمن على الاقتصاد قبل الاقتصاد المصريون اليوم باتوا يدركون بأن مصر تمر في مرحلة خطيرة جدا أن هناك منظمات إرهابية إجرامية مدعومة من قبل جهات غريبة تريد أن تقود مصر تريد أن تدمر مصر تريد أن تحول مصر إلى سوريا لذلك نرى بأن هناك تأييد عارم لشخص الرئيس السيسي حتى ينتقدون على سياسة القبضة الحديدية تجاه المعارضين إلا أنهم في نيات المطاف يدركون بأن هو يمثل بصيص أمل لإمكانية إدخال مصر إلى حالة من الاستقرار الأمني الاستقرار الأمني ثم يأتي بعد الاستقرار تستطيع أن تتحدث عن جلب مستثمرين لاستثمار في مصر إعادة السياح إلى مصر محمد هل توافق؟ أنا أوافق بشكل جزء قضية الاستقرار الأمني هي قضية راسخة فعلا ولابد من معالجتها والأمر هذا يعيه الرئيس المصر عبد الفتاح السيسي المشير سابقا في الجيش المصري هو يعرف تماما كيف يدير الأمور العسكرية ولكن سيد خميس ربما قد تتفق معي أيضا أن قضية سيناء والمصاعب الأمنية هي ليست جديدة على الشعب المصري كانت ولا زالت تشكل عائقا كبيرا أمام الأمن والاستقرار ولكن مع ذلك أبقى وأذكر بمعايير الثورة المصرية التي خرج لأجلها إلى الشارع لم يخرج أحدا منتفضا على القلاق الأمنية لم يخرج أحدا بسبب التخوفات الأمنية ولم يبرز الدور في سيناء كما نراه اليوم في نهاية المطاف الشعب المصري خرج احتجاجا على السلطات المجحفة التي أفقرته وأطقعته بما يتعلق بهذه المعايير لهذا السبب خرج الشعب المصري اليوم أنا أتفق معك هناك اتفاق عارم كبير جدا من أقصى إلى أقصى حول هذا المشروع حول أن قناة السويس فعلا تعيد الأمجاد المصرية المندثرة إن صح التعبير خلال هذه الثلاث سنوات التي مرت ولكن السؤال الذي يطرح أو تبقى القضية الأساس كيف يتعامل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع هذه المصاعب وربما أنا أتفق معك أن رئيس عبد الفتاح السيسي كان ذكيا جدا عندما قال لشعبه أنا لن آتي مع عصا سحرية لن أحل كافة الأمور لن أنهي هذه الأمور عبر عام السؤال الذي يطرحنا في نهاية المطاف لماذا تصبر اليوم المؤسسة العسكرية خلال عام ولا يوجد هناك نجاحات كبيرة على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولم تصبر هذا العام على الرئيس المصري محمد مرسي الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي وليس ساحرا هو يدرك جيدا بأن مصر تعاني من اقتصاد نتيجة فساد سياسي أكثر من ثلاثة عقود نظام الرئيس مبارك وما قبل مبارك العام المصري الشعب المصري يدرك جيدا بأن مواجهة هذه وتصعيح هذه الأخطاء كلها لا يمكن حصرها في عام واحد بل هي بأمس الحاجة إلى زمن أكثر أقتبس ما قاله لأديب مصري تربط به علاقة وطيضة قال لي أمس الأول بأن اليوم الشعب في مصر يفضل الاستقرار الأمني على أمور كثيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الفيلد مرشال عبد الفتاح السيسي هو الصمام الأمني والأمام والاستقرار لمصر لذلك أنا أقول لك بأن أمام مصر تحديات كثيرة فيما يتعلق في سيناء أنا مع أن تفتح ذراعيها مصر لاستقبال أبناء مصر الغالية في سيناء واحتضانهم من جديد وإعادة وتمييزهم يعني اعتماد سياسة تمييز لصالح أهل سيناء ولكن من ناحية أخرى قبضة حددية ضد مجرمي داعش قال لي ذاك المحلل أو ذاك الأديب أن كلما ينظر إلى ما يدور في سوريا اليوم 11 مليون لاجئ سوري نتيجة العملية الحرب الإجرامية لتخودها منظمات إرهابية تقول بأنها مسلمة والإسلام براءة منها ضد النظام الشرعي لبشار الأسد يعني هي تسهيدا لأجندات خارجية تريد تقويت سوريا تريد ضرب سوريا ربما لتهيئة العالم العربي أقول لك بأن المصريون اليوم عندما ينظرون إلى السيناريو السوري هذا يعزز من انتمائهم ويجعلهم يلتفون أكثر وأكثر حول قيادة الفيلد مارشال السيسي أملا بأن يقودهم إلى شر الأمان لأن مصر اليوم أمام تحديات خطيرة عندما أتحدث إلى المصريين يعني أربع خمس مرات في الأسبوع أول ما أبتدأ بالحديث معهم أطرح عليهم السلام ثم يقول ادعي يا أستاذ خميس لمصر أن يخرجها من هذه الأزمة المصريون قلقون جدا اليوم المصريون يدركون بأن الرئيس بشاريس عبد الفتاح السيسي يحاول أن يخرجهم من الأزمة هم يدركون جيدا بأن قناة السويس لن تحل كل مشاكلهم ولكن كما يقال بالعربية العامة أول رقص حجلاء يعني هي خطوة أولى نحو مصار طويل على أمل أن تخرج مصر من هذه الأزمة إلى شط الأمان أنا أتفق مع ما تقول سيدي رنين سمحت لي أنا أتفق أن قناة السويس فعلا ستشكل فقرة أولى في سلسلة فقرات ربما قد تغير الوضع على الاقتصاد المصر ولكن أكضا أستاذ خميس أشرت إلى نقطة وهمة جدا بما يتعلق في سيناء يعني لا يمكن لك أن تتوقع في نهاية المطاف أن تكون شبه جزيرة سيناء هي جزء من النسيج المصري عندما أنت تمارس سياسة الإقصاء والتهميش والظلم التاريخي تجاه سيناء يا سيدي هناك من لا يعرف القراءة والكتابة الغالبية العظمى في سيناء لا تعرف القراءة والكتابة يعني في نهاية المطاف 8 مليون مصري يعيشون اليوم يلتحفون السماء ويفترشون الأرض في المقابر المصرية 8 مليون أكبر من عدد إسرائيل هذه جريمة نقراء ارتكبتها أنظمة مصرية أنظمة عفونا في الصابق نأمل ما نأمل اليوم بأن عبد الفتاح السيسي أن يقوم بتصريح هذه الأمور كلها سيناء وغير سيناء في القاهرة وغير القاهرة فهناك أيضا في ضميات ومناطق الأسيوت ترى بأن هناك أناس يعيشون وكأنهم لم يلحقوا الرقب العصري ما ذلوا يعيشون في القرون الوسطى من ناحية المستوى المعيشية لذلك أنا أقول بأن التحديات هي تحديات كبيرة هي تحديات جمة تحديات اقتصادية سياسية وأمنية ولكن السؤال سيدي تحديات كبيرة جدا وأنا أتفق مع ذلك السؤال الذي يطرح هنا يعني ألا ترى اليوم أن النسيج المجتمعي في مصر مفكك جدا يعني آي للسقوط في أي لحظة عندما نتحدث عن إقصاء جماعة الإخوان المسلمين نتحدث عن قسم كبير من المعارضين خارج مصر نتحدث أيضا عن القضية الإرهابية التي تعصف بمصر ومواطنيها في نهاية المطاف إصلاح ذات البين أعتقد أنه هو الأمر الرئيس والأساسي الذي يتعليه الرئيس المصري عبد الفتح سيني توجه هناك وأعتقد بأنك تقول قولا سديدا نسبة من واحد بسيط إذا أراد هذه التحديات الجمع العملاقة التي تواجهها مصر الغالية على قلوبنا يعني تحتم التفاف جميع وكافة أبناء الشعب المصري وإذا أردنا النجاح على الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يفتح يداه ويمد يده لجماعات الإخوان لإخوان المسلمين أنا لا أعرف أنا لاستم مستشارا له ولكن كمحلل أقول كمن يتابع أحداث مصر لاعتبار أنه أحب مصر أقول بأنه ربما حسب وجهة نظري خطأ استراتيجي عندما أنت تصنف الإخوان ولا هم تأييد أكثر من عشرة ملايين بأنهم إرهابيين ومجموعات إرهابية أنت لا تستطيع أن تقول لجزء كبير من الشعب المصري بأنهم إرهابيين أنت تستطيع أن تقول بأنهم هم مخطئون في طريقهم أن تجلس إليهم وتحاول أن تخطبهم وأن تجد حلا يرضي الأطراف في جميع لكي تقف مصر كتفا واحد يدا واحدة على أقضام واحدة لمواجهة هذه التحديات للخروج إلى والوصول إلى شاطئ الأمان بدون تكاتف وتضافر جميع الجهود المصريين من أجل مواجهة هذه الأزمات أنا أخشى ما أخشاه أنا من قاله الأستاذ محمد مجادله أن يتم على أرض الواقع وهذا ما لا أتمنى ولا أي عربي يحب مصر ويعشق مصر يتمنى أنا أتفق مع سيد خميس رنين بأن مصر لها الدور أو الصعيد الأكبر في الشرق الأوسط بداية نحن نتحدث عن أقوى الجيوش العربية في منطقة الشرق الأوسط نتحدث عن المنظومة الاقتصادية الأكبر نتحدث أيضا عن أكبر دولة عربية في نهاية المطاف إذا صلوحة مصر وهكذا يعني يتفق معي سيد خميس دائما كان يقال عبر التاريخ إذا صلوحة مصر صلوحة سائر دول منطقة الشرق الأوسط في نهاية المطاف كافة التغييرات الإقليمية التاريخية وعلى أصعيد دولة أكبر أتت من مصر يعني حتى من يتغنى بتحرير وحل القضية الفلسطينية وتحرير الأقصى أيضا جاء من مصر ومن هذه المناطق فعلا مصر لها دور كبير جدا أعتقد أن هذا المشروع اليوم سيشكل حلقة تغييرية كبيرة جدا في تاريخ أشعب المصري يعني نهيك عن مستقبله وعن حاضره لذلك ما ما توقع أن يجب أن يكون في هذه الفترة المقبلة على رئيس عبد الفتاح السيسي أن يستثمر هذه الجهود وعليه أيضا أن يستثمر هذه الشرعية الدولية التي بات يتغنى بها بشكل واضح جدا كافة دول العالم العربية وغير العربية اليوم يعني تعترف بالنظام عبد الفتاح السيسي وتعترف بسلطته وشرائيته المصرية حتى قطر التي خرجت ضد النظام المصري ووصفته بالنظام الانقلابي وعادته بكافة السبل والوسائل اليوم تعترف بالرئيس المصري وبدوره على الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستغل هذه الشرعية اليوم لإيجاد مصالحة جديدة لإيجاد أيضا نوع من الحلول ورأب الصدع في داخل المجتمع المصري لأنه دون التئام هذا النسيج المجتمعي مصر لن تنعم بالهدوء مصر لن تنعم بالرخاء الاقتصادي وهذا ما يجب القيام به اليوم اللبنة الأولى في مصاري المصالحة هي يجب الفصل ما بين الإخوان المسلمين داخل مصر الذين هم يعني ينتمون إلى الجمهور المصري هم جزء لا تجزء من الشعب المصري الفصل ما بينهم ومن بين المجموعات الإجرامية الموالية لداعش التي جاءت تسييدا لمآرب خارجية تريد ضرب الإنسان العربي تريد إنهاق القدرات العربية تريد إشغال الرأي العام العربي في مشاكل داخلية خدمة لأجندات خارجية يعلمه الله ويراه البشر محمد تعقيب أنا أتفق مع سيد خميس بشكل مطلق على ما قاله الآن يعني ثمت فرق كبير جدا بين جماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن في مصر وبين التنظيمات الإجرامية المتواجدة في شبه جزيرة سيناء جماعة الإخوان المسلمين شاء من شاء وأبى من أبى وكما قال سيد خميس لها تأييد كبير جدا نحن نتحدث عن التنظيم الأكبر في العالم العربي صاحب الرواجة الأكبر أيضا وصاحب الفكر الأجدد ولنكن واضحين يعني جماعة الإخوان المسلمين هي من جلبت الفكر الجديد بما يتعلق بالفكر الإسلامي الجديد عقب هدم الخلافة الإسلامية لذلك هناك اليوم نوع من الحاجة إلى المصالحة هذه وأكرر أيضا هذه المشاريع الاقتصادية البناء التي يقوم بها رئيس عبد الفتاح السيسي رغم المعارضة ورغم الاختلاف يعني ثمت نوع من الاختلاف وهذا شيء طبيعي جدا مصر تبقى حاضنة لكافة الأراء ولكافة الانتقادات أعتقد أن هذه المشاريع لها أن تجلب الخير والفائدة في نهاية المطاف على الاقتصاد المصري في الصور المباشرة الآن رأينا سابقا أيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني والرئيس الفرنسي وزعماء دول أفريقية وزعماء من بلاد كثيرة لكن سأسأل سؤال أين الرئيس باراك أوباما؟ أين الرئيس باراك أوباما؟ وأيضا أين إسرائيل؟ لماذا لا يوجد وفود مثلا من إسرائيل؟ أولا هذه نقطة لا يمكن تغاضيها نعتقد أن أحد الأسباب اليوم إن لم يتم دعوة رئيس وزراء إسرائيل حيث نرى هنا مشاركة فعالة وفاعلة لجميع قادة الدول نحن نعلم أن هناك اتفاق هذا لا يعني أن شخصية إسرائيلية من الصف الثاني لم تشارك في هذه ربما يكون وزير أو يكون سفير إسرائيل أنا بالأكيد أقول لك بأن سفير إسرائيل موجود هناك وكذلك أنا أستطيع أن أقول سيد خميس إسرائيل تتفاهم الموقف الحساس لعبد الفتاح السيسي خاصة في ظل تخشى أن يستهلك ذلك ضد يعني هي تعي جيدا يعني الرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وكذلك الرئيس الإسرائيلي ريوفين ريفلين أيضا على علاقة وطيضة جدا بالرئيس عبد الفتاح السيسي وأنا أقولها بوضوح مصالح استراتيجية مشتركة اليوم ما بين البلدان دعونا لو سمحتوا ننتقل لكلمة الأستاذ مهاب مميش رئيس قناة السويس أهلا ومرحبا بكم في شريان الحياة لمصر وللعالم أجمع قد حفرها أجدادنا المصريون بسواعدهم وأظافرهم في القرن قبل الماضي ها هو الشعب المصري البطل يعيد كتابة التاريخ من جديد ويسطر رحلة كفاح ورجاح جديدة من أجل بناء الوطن ومستقبل أبنائه من الأجيال القادمة بل ومستقبل شعوب العالم سيادة الرئيس إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للليل أن ينجليه ولا بد للقيد أن كسر وأراد الشعب المصري الحياة في الكامس والعشرين من عناير والثلاثين من يونيو فاستجاب القدر وانجل الليل ووذق فجر الحرية فأشرقت شمس العزة والكرامة على ربوع الوطن المفدى مصر وانكسر قيد قيد التحسب والتخلف لتنطرق مصر بفضل جيشها وشعبها العظيم وشبابها الوطني الطموح الذي التف حول قيادته السياسية جديدة وليبدأ عصر جديد عصر التنمية والرخاء عصر البناء والتعمير وها نحن اليوم نحتفل بأولى خطوات البناء والتعمير في هذا العصر نحتفل بافتتاح أول مشروع قومي إبلاق لمصر في القرن الواحد وعشرين حفر قناة السويس جديدة تكون شرياناً إضافياً للحياة لمصر والشعبها العظيم بلو العالم أجمع وفي إنجاز غير مسبوق في التاريخ وطبقاً لأوامر الشعب المصري العظيم وأوامر سيادتكم تم تنفيذ المشروع بالكامل في خلال عام واحد يضرب المصريون والعاملون بالمشروع مثلاً يحتزى به بالجدية والانتباط والتفاني في أهداء الواجب والولاة الوطن فقد وعدنا نحن العاملين بالمشروع فأوفينا الوعب وعهدنا فوفينا العهد فكان المتبعاتكم اليومية وتوجيهتكم المستنيرة يا سيدة الرئيس ودعم الشعب المصري لنا الذي إمول المشروع بالكامل وكذا دعم الحكومة المصرية طوال مدة تنفيذ المشروع أكبر الأثر في إنجاز هذا العمل العملاق في هذه الفترة الزمنية الوجيزة وقد كانت تحدي هو شعارنا والوطن هو هدفنا أثناء تنفيذ المشروع وانصحر الجيش والشعب في بوتقة الوطنية المصرية وتشابكة الأيدي وتعانقت العقول لإنجاز هذا العمل في الوقت المحدد سيادة الرئيس ونحظة إطلاق إشارة البدء وتفجير الساتر الطرابي ابتدأ العمل ولم يتوقف إلا بمرور أول سفينة عملاقة خلال تجربة التشغيل الناجحة يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو 2015 أي قبل إتمام العام بـ 11 يوم إنهم المصريون الأشداء الأقوياء الأكفاء الذين وصلوا العمل الليل بالنهار والصيف والشتاء دون حوادة وضعين نصب عينهم المصلحة العليا للوطن المفدى مصر ونعدكم يا سيادات الرئيس ونعد شعب مصر العظيم ألا نتوقف عند هذا الإنجاز وقد كانت أوامر سياداتكم لنا أن نبدأ من غدا السابع من أغسطس 2015 في تنفيذ الحلم الثاني مشروع التنمية بمطيئة قناة سويس وبالتعاون بين نهاية قناة سويس والحيحة الإنجليسية والمخطط العام من المشروع فالنا وقت للضياع فمصر تنتظر من أبنائها وشبابيها الكثير والكثير وبكل الأمل في مستقبل باهر المشرق فلنحمل جميعا معاول البناء وليترك البعض معاول الهد فمصر أغلى علينا من أن تهدم ولن يسمح لأحد بذلك إلا على أجسادنا واسمحوا لي في نهاية كلمتي أن أتوجه بجزير الشكر والعفان والتقدير لشخصكم الكريم صاحب القرار الوطني الشجاع ولشعبنا العظيم صاحب الفضل الأول بعض الله سبحانه وتعالى في إنجاح هذا المشروع وتحقيق هذا الإنجاز وأن أتوجه بالشكر كل الشكر لكل من شارك في هذا العمل وسقطت منه حبة عرق واختلطت برمال ومياه مصر الطاهرة فالجميع كانوا إخوة وأبداء لنا كما إنجلت روح الوحدة الوطنية في أبحى صورها خلال مراحل تنفيذ العمل وخص بالشكر أبطال ورجال قوات المسلحة المصرية الباسلة ورجال وقادة ودباط الحيئة الهندسية لقوات المسلحة والعاملين الأبطال بحيئة قناة سويس ومقاول التنفيذ المصريين وشركاء التكريك في المشروع سيادة الرئيس لقد كان حلماً فخاطراً فاحتمالاً ثم أضحى حقيقةً لا خيالاً حفظ الله مصر وحفظ الله شعب مصر ووفقكم الله لما فيه خير مصر ومصرين وسر على بركة الله وشعب مصر معك يساند في كل خطواتك من أجل التنمية والبناء والرخاب ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله ولا أستطيع إلا أن أقول الحمد لله وتنفذ فاندم سيادة الرئيس في مثل هذا الوقت من العام الماضي وقعتم على وثيقة أمر بدء حفر قناة سويس جديدة وها نحن وبعد مرور عام واحد فقط ندعو سيادتكم للتوقيع على وثيقة أمر بدء تشغيل قناة سويس جديدة على بركة الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة آتي ورموزا تحت قيادة نواعي استمعنا لكلمة رئيس قناة سويس مهاب مميش وشهدنا أيضا أن الرئيس المصر بالفتاح السيسي يوقع على اتفاقية قناة سويس جديدة تعقبك أستاذ خميس ملاحظة واحدة أنت استمعت لما قال هو قال بأن هذه أولا قبل كل شيء هي إرادة الله ولكن أثنى كثيرا على الشعب المصري الذي يعني يعني انخرط في هذا المشروع الجبار لإنجاحه أولا شعب المصري ذكره قبل الرئيس أنا أعتقد بأن هناك مغزى مغزى سياسي واجتماعي بعيد الأماد هو يقول بأن هذا مشروع الشعب أولا قبل كل شيء أستاذ خميس ننتقل الآن لكلمة رئيس المصر عبد الفتاح السيسي أصحاب الجلالة والفخامة والسنو السيدات والسادة ضيوف مصر الأعزاء يسعدني أن أرحب بكم اليوم باسم شعبة وحكومة جمهورية مصر العربية أرحب بأشقاء مصر المخلصين وأصدقائها الأوفياء من أرادوا أن يشاركوا شعبها العظيم فرحته بإنجازه التاريخي الذي أثبت من خلاله قدرته على صناعة التاريخ باقتدار والعبور إلى المستقبل من أجل تقدم ورخاء الإنسانية بأكملها الحقيقة اسمحوا لي أن أنا أخرج على النص أنا اسمحوا لي أن أنا أتكلم معاكم كمواطن مصري مش من خلال خطاب مكتوب بكل طبعا تقدير واحترام مصر دولة عظيمة جدا ولها حضارة ممتدة لأكتر من سبعة تلاف سنة في دول كتير في العالم بتدرس لأبنائها الحضارة المصرية واللي أقدمته للإنسانية ونعايز أقول لكم أن مصر عبر سبعة تلاف سنة أديمت قيم ومبادئ وأخلاقيات هذه القيم والمبادئ والأخلاقيات تنغمت مع الرسالات والأديان السماوية ولم تتقاطع معها أنا أقولي الكلام دا للضيوف اللي موجودين وللمصريين اللي بيسمعوني وأنا كان ممكن أستمر في قراءة الخطاب الرسمي اللي هو بيسجل دلوقتي لهذه اللحظة لكن أنا لما بتكلم وبخرج عن السياق أنا بكلم الشعب المصري كل المصريين مش مفكريهم ومثقفين وعلماء فقط أنا بكلم غالبية غالبية مواطنين مصر ويمكن يختلف معايا كسيرين أنت بتوجه كلامك لهم هم هم عندي لهم الأولوية الكبيرة المصريين الحقيقة أنا بقول للمصريين أن أنتم الحضارة المصرية اللي تقدمت النهاردة مصر كمان بتقدم للإنسانية هديعة يمكن تكون مش هدية كبيرة قوي زي أيام القدماء القدماء المصريين لكن في سنة بزل المصريين جهد كبير قوي عشان يقدموا للعالم والمصر هدية من أجل الإنسانية من أجل التنمية من أجل البناء من أجل التعمير أنا أريد أن أقول لكم حاجة مصر 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 مش مقدمت فقط خلال هذا العام أو العامين الأخرانين على وجه التحديد فقط المشروع ده لا حيذكر التاريخ لمصر أنها تصدد وجبهد أخطر فكر متطرف إرهابي لو تمكن من الأرض لحرق الأرض المصريين المصريين هم اللي تصدوا لهذا الفكر تصدوله عشان يقولوا للإنسانية لا يقدموا السماحة الحقيقية للإسلام والمسلمين يقدموا البناء والتعمير والتنمية والرقاء مش يقدموا القتل والتخريب والتدمير للإنسانية هيذكر التاريخ لمصر أنها هي اللي تصدد لده وهي اللي تصدد كمان بأزهرها وعلماءها لتجديد الخطاب الديني حتى يتناغم مع عصره ومحيطه ده اللي مصر قدمته يمكن يكون مش محسوس دلوقتي لكن ده حيبان خلال الفترة أو السنوات القليلة القادمة الشعب المصري هو بيعمل قناة السويس الجديدة ما كانش بيعملها في ظروف طبيعية كان بيعملها في ظروف صعبة جدا اقتصادية وأمنية كان العناصر والجماعات الإرهابية المتطرفة اللي أنا بسميهم أهل الشر بيحاولوا يأذوا مصر والمصريين ويعرقلوا مسيرتها وتقدمها يعني عايز أقول أني ما كانتش العمل بيسير في مصر في ظروف طبيعية لا ده كان فيه ظروف لمكافحة الإرهاب وما زالت هذه الظروف إحنا بنكافحة وحنكافحة وحننتصر عليها ما فيش كلام حننتصر عليها ما فيش كلام كان لازم نبقى متأكدين إن إحنا بفضل الله طبعا سبحانه وتعالى وبجهد كل المصريين نستطيع أن نقدم هذا الإنجاز في المدة المقررة المحددة لي قناة السويس الجديدة مش بس عمل هندسي لا ده فيه بعض جديد في بعض كبير قوي من فضلكم لازم تتوقفوا قدامه كان لابد إن المصريين يشعروا في خلال سنة إن هم يبقوا عندهم مزيد من الثقة ومزيد من الاتمئنان وعدم التشكك وعدم الإحباط وأنا أتصور إن اللي تم تنفيذه بهذا الشكل ورد فعل الناس رد فعل الناس في مصر على كده فرحة المصريين بتؤكد المعنى ده إن هم كانوا محتاجين يأكدوا لنفسهم وللعالم إن هم ما زالوا قادرين وأنا أتصور إن هم ده أول أول خطوة القناة الجديدة أول خطوة من ألف خطوة القناة الجديدة خطوة واحدة من ألف خطوة إحنا مطالبين يا مصريين إن إحنا نمشيها صحيح خطوة من ألف خطوة بس أنا أريد أن أقول لكم حاجة قبل ما أكمل الخطابي ده لا يمكن أبدا أبدا سيستطيع أحد أن ينال من مصر أبدا طول ما الشعب المصري كتلة واحدة وإيد واحدة حأكدها مرة واثنين وثلاثة ولو أنتوا بسيتوا ستلاقوا شيخ الأزهر وقدس البابا موجودين جنب بعض لازم دايما نبقى إحنا كتلة واحدة كتلة واحدة عشان نقدر نعبر التحدي اللي إحنا بنجم وحننتصر فيه فبقول هي خطوة من ألف خطوة أنا مش حكلم على تفاصيل كتيرة خاصة بالقناة بعد اللي تقال خلال الفترة اللي فاتت لكن أنا عايز أقول لكم أن كل مصري كان مشارك في المشروع وحتى غير المصريين من كل دول العالم كانوا حرسين جدا جدا على إنجاز المهمة في التوقيت المحدد في التوقيت المحدد ليل ونهار ليل ونهار مدام يكلمنا على إن الظروف كانت صعبة يبقى لابد إن إحنا نقدم كل الشكر لأرواح الشهداء الذين ضحوا ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل مصر واستقرار مصر من الجيش من الشرطة من المواطنين الأبرياء ده تمن دفعناه وبندفعه مش عشان خطر مصر بس زي ما قلت ده عشان خطر الإنسانية كلها فاسمحوا لي أن أنا أوجه الشكر والتقدير والإحترام لكل من شارك في هذا المشروع العائلة الهندسية للقوات المسلحة والقوات المسلحة بالتنسيق مع أي القناة السويس والعاملين بقناة السويس ثم جميع شركات المؤولات اللي اشتغلت خلال هذا العام بالإضافة طبعا للتحالف الكركات اللي اشتغل وأنجز المهمة بمنتهى الكمال شكرا جزيلا لكم جميعا وعدنا نحن المصريين العالم بأن نقدم له القناة الجديدة هدياً وها نحن نوفي بالوعد الذي قطعناه جميعاً على أنفسنا وفي زمن قياسي نهدي للعالم شرياناً إضافياً للرخاء وقناة تواصل حضاري بين الشعوب لتساهم في تسير وتنمية حركة الملاحة الدولية وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية وتشارك في تحقيق آمال وطموحات شعب مصر العظيم الذي أنجز هذا المشروع بعقول أبنائه وقوة سواعدهم ومدخرات أموالهم من سناء الغالية ملتقى الشرق والغرب من أرض مصر الطيبة كأخلاق أهلها العظيمة في شبوخها كالأهرامات العبقرية في موقعها على مر الزمان الباقية أبداً كان لها الخالد نستلهم من كتاب التاريخ الإنساني صفحات الفخر والمجد التي كتبها الأجداد ونسطر في صفحات المستقبل نهجاً فريداً لمصر مصر الجديدة يلبِّت محاط أبنائها ويتسق مع كفاحيهم ونضارهم الممتد بامتداد البشرية لطالما كانت قناة السويس جزءاً من نبض مصر فشغلت مفكريها وأودبائها فهو مفكري مصر الكبير الدكتور جمال حمدان يصفها قائلاً لنا أن نطمئن رغم كل التحديات والعقبات أن مستقبل قناة السويس وثيق كما هو مضمون بل ومشرق أكثر مما كان في أي وقت مضى فقط بشرط أن نقبل بالتحدي وأن نتصدى للخطر باليقزة وبالإسرار وبالتخطيط الدقوب ثم بالعمل الحازم الحاسم وها هي نبوءة جمال حمدان تتحقق وخاعاً جديداً يجري الآن متضفقاً في مياه هذه القناة بعد عشر سنوات من هذه المقولة اسمحوا لي أن أوجه رسالة إعزاز وتقدير لشعب بلادي الذي برهن يوماً تلو الآخر على أن عطاء مصر من أبنائها المخلصين لا ينضب أبداً يا أبناء مصر أنني أحيي وطنيتكم فقد لبيتم نداء الوطن وتمكنتم من تمويل هذا الإنجاز الهائل خلال أيام معدودات ودعونا جميع نهدي إنجازنا العظيم لأرواح شهداء مصر الأبرار نقول لهم أن أرواحكم لم تذهب هباب ودفاعكم عن وطدكم وشعبكم لم يكن فقط من أجل الدفاع عن أرض الوطن ولكن أيضاً لمنح الأمل لأجيال قادمة ستعي وتتعلم من تجاربكم وتاريخكم معاني الفداء والتضحية والإيثار فلتنعموا جميعاً في سلام الجنة لن يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم بنتاج عقله وجهدي في تحقيق هذا الإنجاز المجرم أصحاب الجلالة والفخامة والسموه السيدات والسادة ديوف مصر الأعزاء إن انطلاق حركة الملاحة البحرية في قناة السويس وإنجازها بهذه المعدلات غير المسبوقة يتخطى تحقيق أهداف اقتصادية أو سياسية ليبرز لنا هدفاً إنسانياً تنشده مصر المستقبل يحقق لشعبها الكرامة والعدالة والاستقرار في ظل دولة ديمقراطية مدنية حديثة من خلال استدعاء القدرات المصرية على البناء بخطوات متسارعة في شتى المجالات إن مرحلة البناء الراهنة تتطلب تهيئة المناخ المناسب للعمل والاستثمار ولقد كان رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في طلعة الصفوف المصرية التي تسعى بدأب وإخلاص في مواجهة إرهاب أعمى فقد صوابه وراح يضمن الشر والسوء لمصر وشعبها وأراد أن يفرد على المصريين أفكاره المتخلفة عن رجب الحضارة فكانت إرادتهم وقدرتهم على هزيمته وضحره أقوى من حقده وعنفه إن التاريخ يروي للإنسانية بأسرها كيف كانت قناة السويس محوراً لانطلاق إشعاع مثل الثقافي والحضاري للمنطقة والعالم بأسره وهمزة الوصل بين مختلف أرجاء بدءاً من العصر الفرعوني ومروراً بالحكم الإغريقي والحكمة الإسلامية ثم التاريخ الحديث ووصولنا إلى قناتنا الجديدة إن مصر ستظل الملتقى الجامعة للشرق والغرب مثل ما كانت على مدار التاريخ أصحاب الجلالة والفخامة والسمو السيدات والسادة ريوفان الأعزاء إن الشعب المصري العظيم يعلن للعالم اليوم رسالة قناة السويس الجديدة إننا ننتصر على الإرهاب بالحياة وعلى الكراهية بالحب لتكن القناة منطقة رخاءً للإنسانية ليس فقط فوق مياهها بل وعلى ضفتيها بما يرتفع إلى مقام تاريخ هذه القناة التي وضعت بصماتها على جغرافيا الوجود وخريطة البشرية وأكد لكم أن مصر ليست بلد المشروع الواحد ولا يصح أن تكون كذلك فشعبها الشاب كما هو في حاجة إلى العمل فإنه أيضًا قادر على الإبداع والإنجاز وما افتتاح قناتنا الجديدة اليوم إلا انتلاقًا لمشروعات وطنية عديدة والعلى أكثرها اتصالًا بإنجاز اليوم هو مشروع التنوية بمنطقة قناة السويس حيث تم اعتماد المخطط العام للمشروع وستشعر الحكومة على الفور في تنفيذه بتنمية وتطوير منطقة شرق بورسعيد والتي ستشهد توسعة ميناء شرق بورسعيد وتطويره والاهتمام بالظاهير الصناعي للميناء وكذا تطوير البنية الأساسية للمنطقة وربطها مع المشروعات الأخرى الجارية تنفذها وسهل ذلك البدء مباشرةً في تنمية مناطق الإسماعيلية والقنطرة والعين السخنة إن تنمية منطقة القناة تستهدف إنشاء منطقة اقتصادية عالمية تشمل عدد من الموانئ والمدن الجديدة والمراكز اللوجستية والتجارية والتي تحقق زيادةً لمعدلات التبالي التجاري بين مصر وجميع دول العالم ونحن باستمرارنا في تحقيق هذا الهدف نطمح إلى مشاركة أصدقائنا في كافة ربع العالم في حلمنا الطموح ببناء مصر المستقبل حيث تنطلق في مصر حزمة من المشروعات تستهدف إنشاء شبكة قومية للطرق العملاقة وتنمية زرعية تطمح لاستصلاح مليون فدان وإنشاء عدد من المدن الجديدة تستوعب الزيادة السكانية بالإضافة إلى البدء في تدشين عدد من الموانئ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وأكد لكم جميعاً أن الدولة المصرية تجدد عزمها على البضي القدماً على خطى الإصلاح السياسي والاجتماعي لتحقيق أهداف وطبوحات أبنائها في العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية السيدات والسادة الحضور الكريم أنني أتوجه لكم جميعاً بالتحية والتقدير وأشكر الله عز وجل أن وفقنا جميعاً لإنجاز هذا الحلم الكبير الذي عظم لدينا الدافع لتحقيق المزيد من الإنجازات لمسرنا الحبيبة الغالية ذلك الوطن العظيم الذي حملني شعبه الكريم أمانةً ومسؤولية قيادته إن هذا الوطن استحق أن نبزل من أجله الكثير ونضحي من أجل أن يصل إلى ما يستحقه هذا الوطن ينتظر مننا جميعاً صدقاً في النوايا وإخلاصاً في العمل وسباتاً على المبادئ والقيم جميعاً شباباً وشيوخاً رجالاً ونساءاً مسلمين ومسائين إن مصر التي استعادت إرادتها مع ثورتين الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو قد اختارت سبيلها وأنارت ضربها وإن كانت لم تصل بعد إلى كل ما تريد فإنها عرفت كل ما تريد وتمضي فيه طريقها لتحقيقه وإذا كانت الشعوب قادرة على الحلم فإن الشعوب الحرة فقط هي القادرة على الإنجاز بسم الله الرحمن الرحيم على برقة الله نأذن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببداية تشغيل قناة السويس الجديدة وتحيا مصر وتحيا شعوب العالم المحدد السلام وتحيا رباد الإنسانية أخيراً الكسام والتعايش المنصرق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن استمعنا لكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأجواء فرحة وسعيدة جداً كيف تقرأ خطابها؟ يعني هذا يعني يعتبر يوم عيد قوم المصريين يعني هذه خطوة أولى نحو إعادة الأمجاد الأمجاد المصرية ويعني كل من انتبه إلى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وانتبه ما بين سطور يجد بأن الثناء هو للشعب المصري البطل الثناء هو للشعب المصري الجبار أنا أعتقد سمعت نالك من قد تساءل لما هو تحدث بالعامية أقول بأنه هو خطب المصريين ولا يخاطب الضيوف هو خطب المصريين لأنه كما يقول بالإنجليزية الهدف الأول هو الشعب المصري الشعب المصري الذي من المفروض أن يساند مصر وقيادة مصر الشعب المصري الذي من المفروض أن يدعم القيادة المصرية في هذه بفعل كان التركيز في البداية على كلمته إلى شعبه إلى الشعب المصري ولكن نحن نعلم أيضا ورأينا أيضا في الشبكات الاجتماعية محمد سواجه سواري ليك هناك انتقادات كبيرة أيضا وتأهب من الشعب المصري حول هذا المشروع وافتتاحه في الأخص أيضا في التلقيت بداية كما ذكرت الرانين حفل مهيب جدا وإذا كان قال سيد خميس أن هذا الحفل موجه للشعب المصري أنا أوافق ولكن له الأهمية بما فيه أيضا ليوجه أيضا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هو النجم الرئيسي في هذا الاحتفال خطابه وكل ما تم إلقاهه أيضا يشير في نهاية المطاف إلى أن هذا الإنجاز ينسب إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رغم أنه إنجاز سبق عشرات السنوات من التخطيط والتنفيذ حتى وصلنا إلى هذه اللحظة التاريخية بما يتعلق أيضا في قضية التوقيت يمكن القول أن هذا هو التوقيت الأنسب الذي رأى به عبدالفتاح السيسي وكذلك أيضا هو الوقت المناسب لإفتتاح هذا المشروع لأنه تم الانتهاء بالعمل من هذا المشروع لكن رغمها الأنية في الشرق الأوسط متأججة وتتصاعد بدون شكرا إن هذا جواب واضح أيضا لكافة دول المنطقة أن في حين تعصي أو يعصف الإرهاب في دول المنطقة في الشرق الأوسط النظام المصري ودولة المصرية تتمتع بالأمن والرخاء والنمو الاقتصادي وهذا أيضا جواب واضح كما ذكرت أيضا بما يتعلق بقضية الوسائل الاجتماعية وقضية شبكات التواصل الاجتماعي هناك فرح كبير جدا في أشارع المصري ولكن أيضا المعارضة التي تقف بالمرصاد لعبدالفتاح السيسي لم تنسى الرئيس المصري في هذا المشروع يعني هناك مشروع تم إطلاقه تحت تسمية مصر بتفرح يقال في هذا المشروع وهو يعبر فعليا عن نسب معينة لنسب سيئة في أشارع المصري مصر بتفرح في 2 مليون طفل مشاردين في الشوارع مصر تفرح أيضا بـ 25% من نسبة الفقر مصر تفرح بـ 64% من نسبة التحرش مصر تفرح أيضا بـ 13% في وسط الشباب من البطالة مصر تفرح بـ 26% نسبة الأمية مصر تفرح كذلك الأمر بـ 6 تريليون جنيه نسبة الدين الداخلي والخارجي وـ 41 ألف معتقل سياسي وأكثر من 7 ألف تريليون هذه المعطيات وهي معطيات تؤكد واقعا أليمة في مصر لا يمكن أن تحمل عبد الفتاح السيسي المسؤولية لكل هذه المعطيات المخيفة عبد الفتاح السيسي استلم سدة الحكم قبل عام ونيف عبد الفتاح السيسي يدرك جيدا بأن المشوار نحو الأمن والأمان والحيار كريمة للمصريين هو مشوار طويل هو بدأ بالخطوات الأولى قناة السويسة اليوم هي لبنة أولى في المصار نحو الإصلاح والتصحيح لا يمكن صحيح أن الوضع في مصر هو أليم جدا 64% من التحرش الجنسي هذه أفة اجتماعية أفرزها مجتمع يعاني المشاكل الداخل لا يمكن تحميل السيسي ولا غير السيسي المسؤولية لكل هذه الأفات ولكن نحمله مسؤولية مجابعة هذه المعطيات لكي تصحيح سيد الرزيزي 7000 قتيل في العام ونصف المنصر 41000 معتقل سياسي في هذا العام ونصف المنصر بالطبع يمكن تحميلها لرئيس عبد الفتاح السيسيسي 7000 شهيد دماء زكية للأسف شديد أنا لا أؤيد القتل ولكن إذا ما قوس تم قياس الأمر بما يدور في سوريا فهناك ترتكب أكبر جزائر أكبر المجازر بحق شعب أعزل من قبل مجموعات إرهابية إجرامية كداعش وغير داعش هناك كما يقال بالإنجليزية جينوسايد لا أحد يمكر ذلك لكن لماذا المقارنة؟ لماذا هذا الإحتمالين الموجودين عن طاولة؟ أنا أيضا لا واثق مع المقارنة يا سيد المقارنة في كل شيء اليوم إذا أردت أن تدرك أين أنت تقف اليوم أمام خارطة خارطة لتخطيط موقعك عليك أن تقارن بالآخرين المقارنة أيضا تقول للمصريين إن لم تساندوا النظام في مصاري نحو التصحيح وإيصال مصر نحو شاطئ الأمان فالمصير لأسف الشيء سوف يكون كما سوريا لذلك أنا أقول بأن لا أؤيد قتل الأبرياء من المصريين لا أؤيد قتل الإخوانيين لا سمح الله ولا أؤيد العمليات التفجيرية كلهم شعب واحد وأنا أعود إلى ما قاله الأستاذ هنا في بداية الحديثة أن لا مناصة من سلوك مسلق الإصلاح إصلاح ذات البين ما بين أطياف الشعب المصري على أن يجدوا الحل أو المخرج من هذه الأزمة إن تم الوفاق ما بين أبناء الشعب المصري أنا أعتقد بأن يتم تقزيم جميع وإذلال جميع العقبات أمام المضي قدما نحو شط الأمان بر الأمان للمصريين بداية سيد قميس أنا فعلا لا أرى وجه مقارنة بين الأزمة السورية والمصرية معايير الثورة اختلفت حتى في ثورة الخمسة والعشرين من يناير وما بين ما يسمى بالثورة السورية يعني هناك معايير مختلفة جدا في هذه القضية ولكن مع ذلك أرى ولازلت أرى أن القضية المصرية هي قضية مجتمعية بحث لا بد من تصليح والذهاب إلى إصلاح ذات البين في الداخل المصري في الشعب المصري بين نسيج المجتمع كافة ليتم النمو الاقتصادي وليتم أيضا الرخاء من ناحية الأمن هذه المشاكل التي تشهدها مصر اليوم هذه المشاريع الجبارة العملاقة بدون أدنى شك ستؤدي في نهاية المطاف إلى تقدم وإلى رخاء وإلى نمو اقتصادي ولكن مع ذلك في حال بقي الشعب المصري وفي حال بقي الشارع المصري يعني مقتتل محتدم منكوي على نفسه ومنطوي كذلك الأمر في هذا الوضع وفي هذا الحال لن تنعم مصر بالرخاء ولن تنعم بالسخاء ولن تنعم بالاستقرار أبدا لذلك المهمة التي يجب أن يقوم بها رئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم وأنا أكرر مرة أخرى الرئيس المصري اليوم يحظى بشرعية دولية كبيرة جدا كذلك الأمر يحظى بمحبة من قبل أشارع المصري هناك نوع من الالتفاف الشعبي والجماهيري حول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رغم أنه تمت معارضين كثيرين جدا وثمت مؤسسات حقوقية وغير حقوقية تتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه ينتهك الكثير من الحقوق وما إلى ذلك ولكن أعتقد أن الرئيس المصري اليوم في مكان وفي موقع قوة كبير جدا يمكن له أن يجعل هذا الوضع اليوم في مصر بشكل أفضل يجعل النسيج المجتمعي مترابط ومتراس الأمر الذي سيغضف نهاة المطف إلى تقدم الاقتصادي في حال لم يتم ذلك أنا أؤكد لك سيد خميس أن هذه النعمة التي ينعم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ستتحول إلى نقمة في نهاية المطاف دعني أذكرك أيضا بالرئيس محمد مرسي في بداية عهده كان هناك التفاف جمهيري كبير كان هناك أيضا ترويج إعلامي كبير وكان هناك الكثير من التوافق والكثير من الموافقة حوله ولكن في اللحظة التي تم الانقلاب على هذه المصالح وتم من سماها أخوانات الدولة ومن سماها الفشل السياسي ومن سماها عدم النجاح في التخطيط والتفكير والاستراتيجية الشارع المصري برمته وهو شارع واعي جدا ويعي تماما أن أين تقع مصلحته تم إقصاء وإجلاء الرئيس المعزول محمد مرسي لذلك ينبغي على عبدالفتاح السيسي اليوم في ظل هذه المعايير المتواجدة وهي التقدم الذي تشهده اليوم الدولة المصرية والالتفاف الجمهير الكبير والشرعية الدولية أن يسعى ويذهب إلى إصلاح ذات البين في الشارع المصري الأمر الذي سيبضي في نهاية الوطن إلى حبر أسر نتمنى حبا بمصر وحبا لمصر وشعب مصر نحن نحب مصر لذلك نتمنى أن تجتاز هذه الأزمة ونتمنى أن يتتم المصالح ما بين الأشقاء داخل مصر لأنهم شعب واحد ووطن واحد لا يمكن إقصاء طرف معين ولا يمكن تفضيل طرف معين عن الطرف الآخر لذلك أنا أقول على الطرف الآخر لذلك أقول بأنه لابد من سلوك مسلك المصالحة الوطنية لمجابهة التحديات الخطيرة على النطاق في المجالين الداخلي والخارجي بدون مصالحة وبدون تضافر جميع الجهود وبدون تكاتف جميع الجهود والأذرع المصرية أنا أعتقد بأن أخشى ما أخشى بأن هذه النهضة نحو الرقيق قد تواجه الكثير من العقبات أستاذ خميس دعنا نعود إلى النقطة ذكرناها سابقا حول الوفود والزعماء الذين نمتوجدين الآن في هذا الاحتفال ماذا عن الوفود التي لا نراها غير متواجدة مثل ذكرنا سابقا إسرائيل وأيضا أمريكا هذا لا يعني بأن لا يوجد تمثيل للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الحفل المهيبة هذا لا يعني بأنه لا يوجد تمثيل لإسرائيل في هذا الحفل المهيبة أنا أعتقد بأن رئيس الوزراء لماذا لا يوجد تمثيل رسمي كباقي الدول؟ أنا أقول لك بأنه وإن لم يوجد هذا لا يعكس حقيقة أن مصر وإسرائيل اليوم في تحالف استراتيجي قوي مصر والولايات المتحدة الأمريكية اليوم في شهر عسل إعادة شهر العسل من جديد أنا أقول هذه علامة استفهام لعدم وجود أو مشاركة رئيس باراق أماما ولكن رئيس باراق أماما لديه مشاكل داخلية فيما يتعلق بالاتفاق مع إيران وشن حملة لإقناع الكونغرس والشعب الأمريكي هو مشغول تماما أنا أقول لك بأنه أوفد إلى الحفل هذا شخصية مرموقة ولكنها من طرف الثاني أنا أعتقد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي والله الرئيس الإسرائيلي لم يتواجد لأسباب أمنية استراتيجية استلاكية رائعة وهلو مجرى ولكن سفير إسرائيل في جمهورية المصر العربية متواجد في هذا الحفل لم يشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي لعدة أسباب أمنية نحن لا نعرف ما قالت أجزة الأمن الإسرائيلية لرئيس الوزراء الإسرائيل ربما ترقت دعوة من يمين التانية وقالت له أجزة الأمن الإسرائيلية لا تذهب لا تذهب فالأمر محفوف بالمخاطر على حياتك حتى عندما وقعت المنزلة الرهيبة في تشارل هيبدو قبل نصف عام أو أكثر وكانت هناك مشاركة فاعلة وفعالة لجميع قادة الدول العالم الأفريقية والعربية والغربية قالت أجزة الأمن الفرنسية والإسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي لا تذهب لا تذهب فالأمر محفوف بالمخاطر إلا أن بنيمين نتانيو أصر لأنه كان في خضم معركة الانتخابية اليوم هو ليس في مخاطر لو كان نتانيو في خضم معركة الانتخابية ربما لا شارك لكي يستهلك ذلك لمصطحات ذاتية نعم محمد يعني رنين اسمحي لي بتعقيم أعتقد أنه من غير المنطقي أن يراهن أحد أصلا على أن العلاقات المصرية الإسرائيلية متوترة أو ما إلى ذلك الرئيس المصر عبدالفتاح السيسي هو أفضل رئيس مصري كان لدولة إسرائيل هذا ليس باعتراف محمد مجدلي أو خميس أبو العفي هذا باعتراف وزير الدفاع الإسرائيلي مشي يعلون هذا باعتراف عاموس يادلين وباعتراف قيادات كبيرة جدا من الجانب الإسرائيلي لا أحد يراهن على أن هناك علاقات متوترة بين إسرائيل ومصر هذا واضح جدا وكذلك الأمر مع الولايات المتحدة فالسياسة الإسرائيلية في الشرق الأوسط يتمثل السياسة الأمريكية في نهاية المطف رغم الخلافات بما يتعلق ببقية الوفود لا هذا أمر ليس غريب مصر وإسرائيل هناك اتفاق تام أيضا الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء الإسرائيلي يفهمان ويتفهمان موقف الرئيس المصر عبد الفتاح السيسي لا أحد يريد منهم أن يتم استغلال الحضورة الإسرائيلي على أنه تطبيع إسرائيلي أو ما إلى ذلك هذا خيار صحيح هذا خيار ذكي جدا من قبل كافة الأطراف وأعتقد أن الطرف الإسرائيلي متفاهم لذلك بما يتعلق في الأطراف الأخرى المتواجدة هناك مثلا الرأي الملك الأردني هو متواجد هناك لأن هناك مصلحة استراتيجية كبيرة جدا للأردن مع مصر بما يتعلق بمحاربة الإرهاب خاصة في سيناء وغير سيناء واقتراب خطر داعش بما يتعلق أيضا بوجود الرئيس الفرنسي هناك أيضا علاقات اقتصادية استراتيجية مهمة جدا شراء طائرات رفال وما إلى ذلك وهذا ما يتعلق أيضا بوجود رؤساء آخرين الدول الأفريقية تطمع في المكاسب الاقتصادية المصرية هذا كذلك الأمر لذلك هناك نوع من الاتفاق وهناك نوع من الشرعية المتواجدة في هذا الاقتفاق قبل أن نصل لنهاية التغطية كلمة تلخيص أستاذ خميس هذا يوم عيد لمصر هذه لبنة في مشروع ضخم لإنقاذ الاقتصاد المصري قناة السويس هي يوم عيد للمصريين ولكنها هي مدماك في بواجهة المشاكل ولكنها لن تحر كل المشاكل ربما هي خطوة أولى نحو عدة أو سلسلة خطوات من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري أشكرك محمد أني بما بدأت به رانين على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يذهب إلى إصلاح ذات البين في الشارع المصري وأن لا يسارع بحظر وإقصاء أي نسيج مجتمعي في داخل مصر كافة الأنسجة وكافة الطيارات والطوائف بحاجة كبيرة جدا لبناء مصر المستقبل اليوم هذه المشاريع الاقتصادية مشاريع مباركة جدا ولها أن تجلب الفائدة في نهاية المطاف لشارع المصري نحن وصلنا لختام هذه التغطية الخاصة أشكركم جزيل الشكر المحلل السياسي والإعلامي ومراسل لصوت القاهرة خميس أبو العافي الزميل محمد مجادلي شكرا جزيلا لكما بهذا عزائي المشاهدين ووصلنا لنهاية هذه التغطية إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة